بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً بالجميع هذه الفقرة مع كتابين لي ريكم بروند كالهدا ونستأنف مع العنوان الذي رأينا جي بوريف ليشير يساميزي جي بوريف ليشير يساميزي طبعاً رأينا هذه الكلمات في مسابر هنا عندنا هذه الصور التي نراحض هنا المتوافقة مع هذه الفقرات التي عندنا هنا نحن استخدمنا الفقر statنا فerto麗 первый هنا عندناولهم الأول لعبة كما نقول ، نحن نيجر حيث... نحن إن نوع препرجات لشكل orange ع正achus int руقلاً نحن نحن نخ sugمراء مما ه développ recommandة تسلح حيث Loح تحكanta ونم懸نه نحن 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 نشأكاً نحن نحن نكتينا ابح asleep في كل اعجاب نتكلم عن الشيء الذي ينتخل أنه يتجاوز حده المعتاد لاحظ أيضا كل رسم يتجاوز حده المتترين يدا من خلال فيه ادجاوز حده ادجاوز حده فن نرد أن الأشرق أنه لا تريد أن أردية في فلساء يرد أن أردية في التبرقات فن نرد أن الأشرق أن الأشرق أنه لا يحب إلا فن ترجمة في حديقة حيث يرد أن الأشرق أن أردية في فلساء ثم رأيت أنواع أخرى من الظهور كما ذكرنا في المسابق نتكلمنا عن نباتات من نوعية الظهور إذن عندنا دي روز ثم عندنا دي زوية طبعا ذكرنا في المسابق بأن كلمة اوية ممكن أن تعني توقوب أو حلقات ما يشبيل حلقات ممكن أن تعني أيضا نوعية من الظهور تسمى دي زوية ثم عندنا دي بوتي بوا نتكلم عن هذه النباتات التي نرا đâyو بوتي بوا ثم عندنا نتكلم عن الكلمة الكلمة الأخرى مثلا عندنا هنا كلمة Whoops تكلم عن belsb مثلا Unterstützung ح Hash Assim مثلا أ Vietnamese إذن نتكلم عن النوعية الزتهرة طبعا اللوبو دوسانتر طبعا اللوبو دوسانتر نتكلم عن نوعية من النباتات إغباسي كما نقول عشبية التي تكون عند الطبيعة العشب إغباسي هذا النبات يسمى لوبو دوسانتر كما نلاحظ في الصورة مثلا كلمة لوبو نضيف لها كلمات أخرى مثلا كما نلاحظ في الصورة نتكلم عن جلبان أنه مكسر بذا الشكل ثم عندنا لوبوشيش الذي نعرفه طبعا نتكلم عن الحمص ثم عندنا مثلا لوبوشيش كما نلاحظ في الصورة عندنا الجلبان مجفف لوبوشيش طبعا عادتين في التعريف دي هذه الكلمة لوبوشيش جون أوفير تون لجمينوز تريبا في نوتر لوبوشيش 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 إذا قلت ذلك إذا كلمات لوبوش طبعا هناك حالة أخرى نتكلم عن لوبوش بالنهاية طبعا نتكلم عن الوزن هنا نتحدث عن الوزن نقول لوبوش لوبوشيش لوبوشيش يجب أن لا نخلط بين الوزن إلى ماس ثم بين الكتلة طبعا الوزن يختلف من مكان إلى آخر مثلا فيما يخص الجاذبية على الأرض تكون عندنا واحد لوبوش وعندما نتحدث عن الجاذبية على القمر يكون عندنا النطق بوش تكون عندنا وزن آخر على عكس الكتلة ثم أيضا يجب علينا أن نخلط كلمة لوبوش مع لوبوش لوبوش التي تعني الخاشب أو الغبع نتكلم عن كلمات لوبوش طبعا الذي هم هنا هنا هو هذه الكلمات التي عندنا هنا دي بوتي بوش إذا نتكلم عن الجيل بين اي دي بوش دو سنتر إذا نتكلم عن نوعية من الزور طبعا تسمى دي بوش دو سنتر طبعا المطلوب من هنا أننا نحدد سوكي انتخو لوبجي انتخو إذا كما تلاحظونا عندنا هذه الأشياء التي ذكرنا هذه الصورة إذا كما قلنا لو جارديني نعم كو الفلور إذا نتكلم عن البوستاني نعم كو الفلور أنه لا يحبو إلا الظهور كما تلاحظو كما تلاحظو دي بوش دوز كما نقول أنا لامحتو كما ذكرنا على سابق هذا هو فاب اپرسوووغ لدينا 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 نتكلم عن نوعية أخرى من الظهور نتكلم عن نوعية أخرى من الظهور كما نقول بأننا نبحثون عن المتطفيل نتكلم عن شيء الذي يخرج عن طبيعة الأشياء الأخرى طبعاً الذي يخرج عن طبيعة الأشياء الأخرى هو هذا الجلبان لهو ليس من نوعية الظهور طبعاً نتكلم عن البستاني في حديقتي هناك مجموعة من الظهور وليس البقوليات عندما نلاحظ مجموعة من الظهور أو الورود هذا النوعية من البقوليات أنها تخرج عن طبيعة الأشياء هذه هي التي تخرج عن طبيعة الأشياء التي نقول عنها بأنه لأنه هو أنتكلم عن شيء الذي هو أنتكلم كما نقول أنه يفوق الأشياء هذا الفقرة لأنه هو أنتكلم عن طبيعة الأشياء لأنه هو أنتكلم عن طبيعة الأشياء الأشياء جين أنه ذهب إلى حديقة الحياوان جين إطالي اوزو طبعا الاوزول المقصود بحديقة الحيوان جين إطالي اوزو ايديان جين انه ذهب إلى حديقة الحيوان دون الكاج ثم في الأقفاظ دون الكاج في الأقفاظ إلا في دي تيغر إذا هو رأى نومورن دون الكاج تَمَرَا أَ فِيَلَا أَوَكْ وِنْغْرَمْ 돼ُنْرَا أَفِيَلَا بِخَرْطَوْ مِنْ تَويلٍ دَيْ جِرَافَ أَوَكْرَ أَوْوَا أَوَكْرَا أَوْاكْرَ بِعُنُوقٍ التَويلٍ لَوْكُر مُقْصُد بِính أَوَنُوقٍ دَيْ جِرَافَ أَوَكْر Eisenhower تَمَرَا أَوَية Qu'est-ce qu'il a fait encore? كما نقول بأنارة أفري كما نقول بأنارة أخرى 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 هلüneرة أخرى إنها منارة أخرى كما نقول بأنارة أخرى مجموع من الفرشات كم نقول نتكلم هنا على الجمع ت cervical ثم رائع مجموعة من الفرشات dónde ثم رائع كم نقول ت chercher 这是 就是 ابرا نتكلم هنا لنا للحيوانات إذا بنا نجيد فرشات الأسنان إذا何 نجد تعمل فرشات الأسنان وسط الحيوانات نتكلم هنا عن ولكن لدينا الحيوانات فإذا بينا نجيد فرشات أسنان طبعاً فرشات أسنان ليست من الحيوانات إذاً طبعاً هذا هو الأبجة انترو Pour le troisième paragraphe بالنسبة للفقرة التالية Maman va allumer du feu dans la cheminée روني لها porte du papier, du bois une boîte d'allumettes et une boîte de craie et une boîte de craie Maman va allumer du feu dans la cheminée روني لها porte du papier du bois une boîte d'allumettes et une boîte de craie Maman va allumer du feu dans la cheminée Maman va allumer إذاً أمي أنسى تشعيل du feu مران نار dans la cheminée في المدخان إذاً أم أنسى تشعيل طبعاً لوفر ألومي في الأشعال et une boîte d'allumettes كما رأينا فيما سبق نتكلم عن التقاب Maman va allumer إذاً أمي أنسى تشعيل الطباشير ثم جلبنا علبة الطباشير إذاً ماذا ستفعل بعلبة الطباشير طبعاً نعرف أن المدخانة عند علاقة ب Lopapi مع أوراق قابلة للاحتراق 2 بوا نتكلم عن الخاشب أيضاً قابلة للاحتراق 1 بوا ثم نتكلم عن علبة عتقاب طبعاً هي أيضاً عند علاقة بلاشوميني عند علاقة ب احتراق لأن هي التي ستشعيل النار ثم 1 بوا دوك ثم علبة الطباشير طبعاً كما تعرفون بأن الطباشير أنه يصلح للكتابة وليس لإشعال النار إذاً L'objet entre C 1 بوا دوك إذا نتكلم عن الشيء الذي هو خارج عن العادة كما نقول أو الذي هو ليس طبيعة الشيء الذي ذكرنا هنا C'est la boîte دوك طبعاً نتكلم عن علبة الطباشير هي التي تخرج عن الطبيعة 8 فقر القادمة إن شاء الله سنكمل مع بقية النص إلى ذلك من حين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله